من جهته هنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مزعود بزيشكيان رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية للثقة التي يحظى بها شعبيا وكذا للبرامج الشاملة التي أطلقها بهدف التنمية والترقية كما عبر رئيس الإيراني عن أمله لترصيم رؤية للتطور الشامل للعلاقات الثنائية بين البلدين متمنيا لسيد الرئيس كل العافية والتوهيق في إنجاز المهمة الجسيمة التي ألقاها الشعب الجزائري على عاتق فخامتها